صورة نشاهد بها يعني عينة من المنشورات التي ألقيت على أهالي محافظة الأنبار مدينة الرمادي قبل تقريبا 72 ساعة يطالبونهم بالخروج إن قواتكم المسلحة وأثناء قتالها لتحمدكم يطالبونهم بالخروج هذا نص المنشور الذي ألقي إلى أهلنا بمدينة الرمادي على غير ذلك اليوم نلاحظ منشور آخر للأسف إعلان من قبل قيادة عمليات بغداد العوالي الأنبارية إذا طلعت من الأنبار وين رح تتجه ما عندها منفذ غير بغداد فحسب توجيهات قيادة عمليات بغداد يمنع دخول العوالي النازحة إلى محافظة بغداد لأي سبب يذكر عدم وظفي ومنتسبي الأجهزة الأمنية للدولة وطلاب الجامعات ومنتسبي هيئة الحج الشعبي فلماذا الكيل بمكيالين من جهة أني أطالب العوالي الأنبارية العراقية بالخروج حتى لا يصيرون ضحية لطلقات القطعات الأمنية بالخطأ وضحية لسكين وخنجر تنظيم داعش ومن جهة أني أصدر إعلان من قيادة عمليات بغداد التي أسستها الحكومة السابقة على أساس أنه تمنع العوالي الأنبارية بالدخول إلى العاصمة بغداد ولأي سبب كان حتى لو كان بآخر رمق وبآخر نفس يمنعها من الدخول إلى العاصمة بغداد فهل أصبح اليوم عوالي الأنبار هل أصبحت اليوم ممنوعة من الدخول إلى العاصمة بغداد أنا من جهة أقولهم طلعوا ومن جهة أقولهم ممنوعة عليكم تدخلون للعاصمة بغداد